السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب وبنات أولى ثانوي مع مسولد مصطفى على قناة فرنشاوي في الفيديو ده ان شاء الله هنحل مجموعة كبيرة من الامتحانات على الترم الأول الامتحان الأول بادئ بوثيقة بيقول المفروض ان دي بنت فالمفروض يكون في هنا كلمة فخانسيز انا اكون فرنسية عندي خمس واشر سنة في اكتوبر عندي اخ يل سابل اسمه الى دور لفوتبول هو بيعشق كرة القدم مفروض في هنا برضو عندها كم سنة هي قالت كنز كنز زوية بيت زوية تسكن او تقيم هي قالت في باري الى الكس اللي هو اخوها بيحب ايه هي قالت بيحب كرة القدم مفيش كرة قدم يبقى في سباغ زوية عندها اخ واحد بس الوثيقة التانية فاتن تكون تلميذة في مدرسة فانوية الى 14 سنة هي عندها 14 سنة الى سوسيابل هي اجتماعية سوريانة وبشوشة ومبتسمة الى دو كوبين دو باسكات هي عندها زميلتين كرة سلة باسمة اي ماريم باسمة اي بافارد باسمة رغاية فاتن ام لدسان فاتن بتحب الرسم ايه لدست الى دانس وبتكره الرقص او كلمة الى دانس تمشى الرقص وبتمشى بمعنى البلة طيب فاتن ايه كام سنة فاتن عمدها كام سنة فين 14 اهي باسما اي باسما تكون باوارد فين باوارد هنا فاتن نيم پا فاتن لا تحب لا دانس فين لا دانس اهي هنا أل دتست و هنا أل نيم پا باسما اي مريم صان دو كوبين باسما ومريم كونا زمي لتين فيل اي فيل باسكت كوبين دو باسكت اما اسئلة المواقف تون امي تدمان زمي لك أسألك كسك سأل ما هذا للسؤال عن غير العاقل تدع انت تقول هذه مقلمة امي تدعي لكي تستنظم بالانصراف تدعي ايه هاقول اوارووار تون امي تتحدث بكو زمي لك يتحدث كتير تدعي انت تقول إلي باوارد هو يكون فرثور او رغي تون امي تدعي كمو ساوا زمي لك يسألك كيف حالك تدعي انت تقول هاقول ساوا سؤال لا طبعا هاقول باوارد رائعا امي تدعي انت تصف صديق صديق والد تدعي انت تقول تسأل زميلك عن عمره تدعي انت تقول انت اللي بتسأل انت هتقول كم عمرك اما اسئلة الجرامير نوات ساك دو تيو اي روج كلمة ساك كلمة مذكر هتاخد ل لساك مونا بتساوي الف هتاخد ا كلمة امونا غامي ا اتخوس اوصف التخوس بان هي كلمة مؤنف مارن مارن تمشي كله واخو ساعة ا احنا بوصف الاخ مذكر غرماند فيها تأنيث بفارد فيها تأنيث اما سوسيابل فيها ا ولكن الهدي اصلية اصلية يعني تمشي مسكولا وتمشي فمينا سي يا اما سي كوا يا اما سي كي من فيهم اللي موجودة سي كوا انا اقدم مان كوبان زميلي دو تنس في التنس بقدم لمن انا اقدم لك اميرا تكون الفين واثنين اميرا مؤنف حنقبلها انا اميرا انا اميرا ولدت كاريم ورباب لاس كولتور هما الاثنين يعني ايلا فيك اس هياخدوا الفعل اخر انت ام لاس كولتور يحبونا النحت بالنسبة للايميل سالو اا بلوس هكتبهم هنا سؤال بهل هل انت عندك صديق فرنسي كمان اليه كيف يكون وماذا يحب لازم اقول وي نعم انا عندي صديق فرنسي ايلي سوسيابل هو اجتماعي ولطيف جدا هو يحب اي حاجة اي حاجة هات كلمات من اللي انت حافظها كويس واللي مكتوبة قدامك في الامتحان الموضوع دكري ماذا يوجد داخل مقلمتك فرنسيور المستلزمات والاعداد والكولور والالوان نعم انا عندي مقلمة حمراء دون مكتوبة في مقلمتي انا عندي الم ازرق اي ان ستيلو روج وقلم احمر يبقى الم ازرق انا عندي اتنين الم رصاص اون غاجل مارون ومسترة لونها بني ايون غوم واستيكة روز لونها وردي انا كده اختلت كل اللي هو عايزه مني المستلزمات بالالوان بالاعداد سير انترنت على الانترنت كوكو كوكو دي تحية بين الاصدقاء والزملاء زي هاي او هالو كده يعني وفي الاخر الكلمة الوضاع ابلوس الى اللقاء او باي باي كيف حال كيف الحال جو مابيل عبدو انا اسمي عبدو جي سيزون عند 16 سنة جسوي انتليجون اسوسيابل انا فاكي واكتماعي جاملو دسان بحب الرسم الانترنت والانترنت جانيم بالمات ما بحبش المات جان كوبان دو فوتبول انا عند زميل كرة قدم يلسابل احمد واسمه احمد عبدو سبقزان تا عبدو يقدم نفسه لي يطر المين لسي بخ كوبان طبعا دي الاجابة الصحيحة لان الكلام كله على الانترنت عبدو اا كام سنة عبدو عندو سيز سيز كرار كتير جدا عبدو دي تست عبدو بيكره هو قال جانيم بالمات ما بحبش المات يبقى بيكره لمات احمد ام هو الزميلي في الفوتبول يبقى احمد ام لفوتبول احمد يحب كرة القدم الوافقة التانية جو مابل نيكولا انا اسمي نيكولا جي كنزون عندي خمستاشر جي ان فوزن عندي غار يلسابل الكس غاري ده اسمه الكس يلا سيزون عند ستاشر يبقى الركز بقى الفرق بين نيكولا وعندو كام والتاني الكس عندو كام يلساما هو لطيف احمد ام لفوتبول جي كود ده موسيقى انا بس مع موسيقى او جي رغارد لتلي أو باتفرق على تليفزيون جي دسته لدسان باكرا هرسم ام لجيو ويلفيديوهو جي ان فرر انا عندي اخ يلسابل داويد اسمو داويد جي اوشي ان سور وعند اي دان اخت السابل داليا اسمها داليا نيكولا ا نيكولاس عندو اخ فقط اخ واخت دي الاجابة الصحيحة اخ واخت الكس اي الكس يكون زميل اللي هو قال عليه هو لطيف نيكولا ام نيكولاس يحب لفوت كرة قدم دي سان رسم بسكات كرة سلة لا موسيقى الموسيقى تعال هنشوف نيكولاس قال اي بيحب ايه يبقى هنا عرفنا انه بيحب التليفزيون وبيحب الموسيقى يبقى هنا عندي كلمة لا موسيقى بعد كده نيكولا نيمبا اللي نيكولا لا يحب لا يحب حكتين اللي هو قال عليهم جيدة تاست لو دي السن اللي جو فيديو يبقى هنا اللي جو فيديو الفيديو جيم بعد كده قمنا للقواعد لغوج الاحمر سي كولور كلمة كولور كلمة مؤنف هتاخد اين كولور لغوج دي مع نفسها لكن هنا الاداة هتيجي قدام كلمة كولور نقاط صان دي كوبيين دو لا كلاس طبعا سسان هؤلاء يكونوا زميلات في الفصل رامي اي عايزين صفة مذكر تميد هتقول لأخيرها اي هقولك ال اي اصلية تمشي كده وتمشي كده ج اي ميكوبا انا ام جام فعلي متصرف مع ج علي ايني علي دي علي ولده وشهر جاية دايريكت كده الشهور تاخد اون اون جوان نقاط اسك سي طبعا كاسك سي الولا دي ال ابل فاطمة ال سبل فاطمة نقاط بروفيسور اخيرها اي بروفيسور دو فرانسي اي سوريونت طبعا طالما اخيرها اي هتاخد ما بروفيسور مدرستي اما لو ما فيهاش اي كنت اتاخد ما ونقبلنا نمو تان سان بيجي بعدهم كلما مذكر الوحيدة اللي بيجي بعدها كلما مؤنفحية ما نشوف المواقف تسالي تون بروفيسور لما تان انت تحيي مدرسك صباحا تدس انت تقول bonjour مسيو صباحا الخيريا مسيو انت بتسال صاحبك كون اي سان انيفرسير متى يكون عيد ميلاده تدي انت تقول هقولو كون اي توني متى انت ولدت تمانتخا تون كوبان سكي ليا دون تاتخوس انت تظهر لزميلك ما يوجد في مألمتك تدي انت تقول هقول اي يا دي ستيلو ان كريان يوجد كذا وكذا وكذا تدمانت تون امي انت بتسال زميلك سكي لام اه اللي هو بيحبه في المدرسة السانوية تدي انت هتقول انت بتسال هتسال وتقول كسك تي يمو لسي ماذا تحب في المدرسة بعد كذا ايميل بادي بسالو وي منتهي باوروار كمان تتابل ما اسمك كال اج تيا كم عمرك سكين تون انيفرسير متى عيد ميلادك لقابة الاولى هتكون جو مابل وليد جاي اي رقم جاي 30ان عندي 30 او 16 او اي رقم انت عايزو مون انيفرسير عيد ميلادي اي لبромي اوط او اي ل وكتب اي رقم واي شهر انت عايزو بالنسبة للموضوع لتاني او تالت مرة تكرر دي خيطة تخوس اوصف مقلمتك فاغم شكلها كولور لونها كون توني محتواها هقول جاي اي نغاند تخوس روج عندي مقلمة كبيرة حمرة قلت لونها وقلت شكلها دم ما تخوسي ليا في مقلمتي يوجد وقول با لانا عايزو دي ستيلو الامين غاف ان كريون الامرساس دي خيان دكولور اقلم الوان خشب دي فتر اقلم فلو مستر يون غوم استيكة يون ريجل مستر ندخل على الامتحان التالت بادئ بوثيقة بتقول لبخوف دماند سيزال المدرس بيس التلاميزو كيسك vous امي اي دتستي ماذا تو حبون وماذا تكرهون ليا اي ريك جان الا أربعة اسماء جان لتنس بحب التنس وبكراه الرأس اي ريك هيقول جادور الفوتبول بعش كرة القدم جان لا ماذا تحب الموسيقى جان الباسكت بحب الباسكت جان بكراه الرأس جادور الموسيقى انا بعش الموسيقى جان لا الفوتبول اي جان مون لسي وبحب مدرس لماذا لا تحب اطلع على ليا ستجدها بكراه الرأس يبقى كلمة لا دانس لا دانس هنا جاء الفرب منها لا دانس من يحب كرة القدم ايريك فينك يا ايريك اهو دانس تكست في هذا الناس نقطة كم شخص بيتكلم طيب انا عندي اربع اشخاص بيردوا وعندي السؤال بتاعي المدرس بقى خمسة كم شخص بيتكلم خمسة اشخاص كرة القدم والمدرسة عندي هنا الوثيقة التانية في غرفة عمر يوجد مكتب سور الو بيرو فوق المكتب يوجد مكتب يوجد مكتب عمر اهو ويفي عمر عنده واي فاي يحب يتكلم إلى زملائه عبر الانترنت يوجد ايضا تقويم او نتيجة دي سيزو مأس اهو لكتر مبتخوى وقار مبثري او مبثري بلاير عمر ام ايكوت دو الميزيك بيحب بيسمع موسيقى ان ديكري دو عمر بنوصف ايه طبعا غرفة عمر 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 بيحب يأكل ولا تشاتيه هو طبعا بيحب تشاتيه عمر ايكوت دو لا ايكوت دو لا ميزيك بيسمع موسيقى دو لاشامر في الغرفة يوجد يوجد تقويم او نتيجة بالنسبة لسؤال القواعد سو معروفة سو بيجي بعدها كلمة جمعة اللي هي بتسوي بالانجليزي these are هؤلاء يكونوا تمير ممتك هنا بمعنى ال سابل كومو تمير سابل كومو ممتك اسمها ايه زملاء عزا هنا نخبر لك كلمة كومو 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 جمعة مذكر اعيز لها صفة جمعة مذكر وهي سوسيابل ايش معنى اخترت سوسيابل سوسيابل تمشي مذكر وتمشي مؤنس انا عيزها مذكر دية جمعة مؤنس ودية مفرد ودية مفرد مون انيه رقم طالما رقم يبقى ل سيز اكتوبر السادس من اكتوبر ت نقاط فرانسي يبقى تتصرف فرانسي فعلي متصرف مع جي انا عندي كامراد بافارد كلمة كامراد تمشي مسكونا وتمشي في ميناء اعرف منين المقصوب بيها من كلمة بافارد مؤنف بالتالي هاختر لها زميلة رغاية ندى نقاط حقيبة سوداء او سمراء ندى تاخد لانها بتساوي المقلمة بتاعت مقدي تكون هنا بوصف المقلمة مش بوصف المقلمة مؤنف هنجيب لها لون مؤنس وكلهم مذكر مغان تمشي في كل الاحوال بالنسبة للمواقف زميلك يقدم نفسه هو يقول محد يقدم نفسه سيقول سامير انت بتستأزم بالانصراف مساء تدي هتقول ايه هقول بونوي ايش معنى بونوي انا تصبح على خير انا هاخلع عشان اروح انا المدرس بيسألك من هذا تدي انت هتقول اقول هذا جاري هذا احد الجيران عاقل صديق يسألك عن لون الامك تدي انت هتقول بكلم عن الالم مذكر يبق المران او اسمه اي اسم مذكر انا لطيف واجتماعي انا اتولت الثالث من مارس وتكتب اي سنة او ما تكتبش كفية اليوم والشهر جام الميول بقى جام لا دي سا جننبا لا لا تياتر خلاص انا بحب الرسم او ما بحبش كذا او قول اللي انت اي حاجة بتحبها او اي حاجة ما بتحبهاش وبكده نكون خلصنا ثلاث امتحانات شاملين على الترم الاول اولى ثانوي 2019-2020 استنوا فيديو تاني بسرعة جدا هيكون عن ثلاث امتحانات شاملين تانين شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة